انا من البصرة من البصرة اي نعم يعني انت ابن الجنوب ابن الجنوب زين ليش عايف في البصرة و رايح الاسلندا مو المفروض هسا انا موجي الجوحاء لا 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 اوقفي مو المفروض هسا الحكوم بصراوي والحكومة شيعية يحشون من الصبح للليل واحنا شو نص الجنوب بالخارج اي لان الواقع التعبان بالعراق بسان هواي اصدقاء عندي يتواصلون اياي يتمنون انه يطلعون العراق وكلها تقلي شوفونا الطريقة بس نطلع من العراق كلها تريد تهج وكلهم ذول من الجنوب اي عندي اصدقاء اكثر شي من البصرة من الكوت من بغداد يردون يهجون من هذا النظام اي شي اكيد ليش محد ما اخذ راحت استاذ قحطان ليش يردون اسمح لي هسه احنا خلني حتيها ما اعرف شون اقولها هسه ما كان يعني من صلاح الدين لو منو ادريد يطلع بزمن صدام كلها كانت مرتاحة نظامهم حكومهم صدامي ها شو هسه اهل الجنوب يردون يهجون من نظام يحكمه ناس يقولون احنا نقتدب اهل البيت هذا بس اعلام هاي جاي يتاجرون بالدين هما ناس عبارة عن حصابة وحرامية ماضيات وبيدها سلاح وفلوس اكو واحد يقدر يفك حلقة اكو واحد يحكي اياه اهه اوه بلوة زين خلينا نبلش انت اليوم اهه ويانا ضيف دا تريد تكشف ملفسات عن مجمع سكني شنو اسمه المجمع اوه مجمع اي جامع السكني بس اني هذي يعني نموذج من الملفات الاندي اي هذي كلها تثبت سواء يعني تقارير ولجانة حقيقية ومخالفات وبعض الامور طبعا مو بس عندي عن المجمع عندي هواي ملفات عن محافظة واسط اي ما يخالف هسه احنا اليوم ملفنا المجمع اي نعم هذا المجمع مال منه مجمع مال تخوي تحتي صدق والله يعني انت هسه طالع وياي تفضح اخوك لا انا مو اريد اوضح اخوه انا اريد ابين الحقائق لان الناس انا وياك بس انا احنطيك مجال تحتي بس سؤال اخوك فاسد اي نعم شلون فاسد يعني كان وزير مثلا واختلس كان موظف كان عضو برلمان لو شنو لا كان يشتغل بالنصب والاحتيال والتزوير بالبصرة وبعدين شرد وراح للكوت سجل اكثر من مرة مهم زين كمل ايه هذي طبعا انا بال انا نهاية الام الفين واثين عشرين عرفت انه عنده يعني عرفت بصدفة عنده مجمع سكني بالكوت يعني صراحة استغربت زين لان انا عفت انت ضجت لو استغربت استغربت ما ضجت لا لا استغربت يعني قلت يعني شون صار عنده مجمع زين سؤال مشروع بالعكس سؤال مشروع انا هنا عايشة بخير يعني زين انا سيلك سؤال سؤال يعني يدور بال اي واحد هسا انت باسلندا تمام اه قاعد هناك ومرتاح او ما مرتاح هذا الشي ما اعرف بياني لا الحمدلله ارتاح شنبهين عليك لا الحمدلله زين انت لمن اخوك يكون عنده مجمع وانت تكتشف انه عنده مجمع ليش ما تروح تشتغل ويا اخوك ليش تهاجمه ها خلص السؤال نفس الشي اللي صار بالبصرة كانت عنده بناية وكان شغله كله غلط بغلط واكثر واحد كان عارضة من اخواني هو انا وصارت مشاكل بنا لان شغله غلط فشدت عارضة ودفعت ثمن هذه العارضة نعم كنت تشتغل ويا ايه بالبداية كنت تشتغل ويا قبل ما يصير فاسد لا انت قلت كان نصاب لا لا هو بالبداية كان نصاب بس احنا ما ندري به احنا بعديا عن طريق العشار اكتشفنا انه الرجال كان ينصب عن الناس ويطيهم سكوك ويزور قطع اراضي بس انت لو تخليني تسمعلي بالبداية يلا تفضل تفضل هاي بعد ما قاطع كان اسألتك اللي اريد اتفضل ممنون شكرا وطبعا انا حقيق على الشيء جاعتك لا بطرح المشاكل بالمالة الناس والناس اللي ساكنين بالمجمع هم يعني وصلوني امانا لحضرتك بداية الوليد بالبصرة كان يشتغل بعد 2003 كان يشتغل تزوير قطع الاراضي اكو قرار صدر قبل الحرب تمليك قطع الاراضي للضباط جيش الاراق السابق نعم وتدري اجت الحرب فالقرار ما تنفد بعد القرار بعد 2003 تشكلت اصابة بالبصرة هذه الاصابة يجبون جماعة ويزورون هويات بعد تدري ماكو دولة ولاكو جيش ولا وليات فيجوبون جماعة يتفقون ويهم يقول انت ضابط ورح يسوي لك هوية واخذ باسمك قطع تأرض واني ابيحها وبعدين عصاص الضابط يبيحها المزور وإلى نسبة من الفلوس يعني هم يزورون الضابط لو يزورون القاع لا هي قطع الاراضي موجودة بس يتفقون ويا ناس يعني يقول له تعال انت اسوي لك تخوية انت ضابط واسوي مضابط لتدري ماكو كانتك ودولة ماكو كانتك ووليات بعده ورا فترة من يعني انتشر هذا الموضوع مال تزويقة على الاراضي وصارت مشاكل وبقتها كان محافظة البصرة محمد مصبح الوائلي من عرف بالموضوع وقف إجراءات البيع وصارت بوقتها تحقيق احنا كنا ما نعرف صراحة ان شغل وليت شنوه احنا اتفاجأنا وليت صار عنده بيت اشتراله بيت ومنطقة حيث تقريبا 250 مليون بس بعدين اكتشفنا صارت العشاير مشاكل العشاير والناس الطلابة يعني يجون يدقون الباب علينا احنا نطلب خمسين مليون نطلب عشر ملايين نطلب ثلاثين مليون فبعدين صارت قاعدات العشاير وكان بقت الشيخ اذا يسمعني الشيخ واجهنا التحية الشيخ عبد الامير العيداني الشيخ العام لعشيرة العيداني وهو ابو المحافظ السيد اسعد العيداني كانوا يرحولا اكثر من مرة وبعدين الشيخ عبد الامير يعني مل من الموضوع طرد الناس قالهم هذي مشاكل نصب احتيال انا مالي علاقة بها اروح الوليد زين اسوي مداخلة اسوي مداخلة على هذا الموضوع المهم جدا انت تقول انه اسعد العيداني والشيخ اسعد العيداني اللي هو ابوه الشيخ عبد الامير ابو ابو اسعد العيداني زين انا عندي معلومة وانا قلتها تمام بالبرنامج انه اصلا محافظ البصرة او واحد من المحافظة هو شريك اخوك لا هو وليد وين ما يقعد يحكي باسم الشيخ مهس انت مهس انت لا لا هذا مو وليد قالها ولا سمعتها من وليد انا فضحتها اكو شخص وكيل عن محافظ البصرة شريك الاخوك هسه شون شريكة وشون اسعد هو اصلا عنده مشكلة وياه لا لا انا اشوف استاذ احطحني امانة انا خليني محام الشيطان انا خليني محام الشيطان على راسي فضلا انا هذي امانة واني احكي بصدق امانة زين انا لا اريد اسقط شخص ولا اريد احكي يعني انت موضوع شخص انت موضوع اخوك ايه انت دك تكشف تقول انه اخويا فاسد اخويا كذا اخويا معناته انت دك تفضح اخوك امام الرأي العام وامام الدولة مو بس هي مو شغلة فضيحة استاذ رحطان انا قلت لك عندي ملفات وياك انا اياه والنواب طلعوا والنواب طلعوا حيتشو والمحافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي هم طلعوا اعتقد يعني سوى اجرات حقيقية بوقيتها وبعدين صار اتفاق بين وليد وبين المحافظة المهم هذا مو موضوعنا حاليا انا مو اريد اوضح انا اريد ابين حقائق للجهات الرسمية بالعراق انه اكو ملفات فساد تخص هذا الشخص سواء بالبصرة وبالكوت مثل حال حال نور زهير يعني اخو وليد اول ما بده مناطق كوت الحجاج ومنطقة ابو الخصيب كان يزور قطع الاراضي وكان يزور البساتين وهذا الشي معروف اذا يسمعون اهل البصرة هذا الشي معروف يعرفون انه وليد كان يزور والشيخ عبد الامير يعرف بهذا الحجي وهو انسان صادق يعني يعني اذا انت حضرتك توجه للسؤال او اي شخص ثاني ما رح ينكر هذا الموضوع والشيخ عداني كذلك نعم بعدين من صارت المشاكل وصارت بها السكوك وشكاوي هذا يعني وحدة من الحوادث اكو واحد اسمه حجي سعيد مرة من المرات اجت مفرزة مدنية من الشيون الداخلية اعتقلوا وليد بالبيت بعدين تصل علينا شخص اسمه حجي سعيد حجي سعيد قال انا اطلب اخوكم فلوس مال ثلاث قطع بعدين راح والدي والشيخ العشيرة مالتنا بالزبير الزبير يتفاوضوا اياه نعم هذا حجي سعيد اذا اسمعنا هو السعايش هو بال2008 صارت هالحادثة هو ضابط بالشؤون الداخلية نعم وبعدين طلع وليد مقابل صك والدي الله يرحمه اه اوقع صك لهذا الشخص كفالة على الموت يطلع وليد هذه وحده من الشواهد قلت لك كان يزور قطع اراضي واسماء الاصابة موجودة كلها عندي على كلن بعدين من خلال العلاقة بموظفين البلدية وليد عرف انه بداية 2012 توباد الاستثمار بالبصرة عرف انه اكو بناية قطعة ارض راح يسوونها مجمع سكني العفو راح يسوونها بناية في شارع الكويت شارع الكويت يعتبر من اهم الشوارع التجارية في محافظة البصرة اتحرك وليد وياه شخص اسمه حسين الريديني اخذ من عنده 18 دفتر بذاك الوقت وهذه الوثيقة موجودة عندي اخذ من عنده 18 دفتر قلنا خلنا نشارك ناخذ هذه القطعة ارض ونبنيها قراج وثمان طوابق موجودة حاليا هي اسمها عشار سنتر منه كان مدير استثمار البصرة في 2012 كان خلف البدران اللي هو حاليا رئيس منظمة بدر في البصرة ولواء متقاعد وكان في وقته هو مدير الاستثمار طبعا وليد من راح لمدير استثمار البصرة خلف البدران الشروط لازم اللي قدمها انه لازم عنده كفاءة مالية ولازم عنده شركة مقاولات وعدها اعمال وقت هو ما كان عنده شركة يعني مجرد حبر على وراء قدم وراء انه عنده شركة كلاوات والكفاءة المالية خمسة وعشرين مليون دينار قدم كفاءة مالية خمسة وعشرين مليون دينار تصدق يعني البناية قيمتها خمسة وعشرين مليار يقدم خمسة وعشرين مليون وهذا كلها موجود زين زين انا بش الوقت داهمني بس رح اقول لك شغلة انا قلت لك اياها قلت لك انا محام الشيطان انا لما دزيت نسخ من الوثائق اللي انت دزيت لي اياهم دزيتها الى النزاهة قالوا هذا الملف تحقق بي وطلع الشخص ما لعلاقة ما عنده فساد هذا كلام النزاهة على اخوه لا نزاهة الحقيقة النزاهة نزاهة واسط لا نزاهة بغداد نزاهة واسط ايه مو هي النزاهة واسط بس انا ما لعلاقة بس اكمل لك تمام طلع ما عنده شيء نعم انا من الناس انا افقاني طلعت وحكيت عن الملف تتذكر لو شفته للفيديو لو لا شفته اينا تمام هذا واحد هسه انت اليوم طلعت وياي على متحكي الملف الفساد مال المجمع حي السلام صح؟ حي الجامع حي الجامع العفو ما حكيت لي بي ضاع الوقت بين ابو الاسعد العيداني وضاع الوقت بين هذا ما حكيت لي بي انا اريد اليوم لما انت طالعوا اياي اذا تحكيلي عن ملف انا في تحته لازم تكملني ما كملتني يا استاد قحطان اهل الكوت ما يعرفون وليد من اجا الوصل شنو كانت حقيق ده شنو التاريخ مالته يعني غير ابينه وليد شنو اسئلك سؤال اول شي جاي قللك عنده بناية عنده بناية شو عنده بالتزوية حسا ماشا هم رح نرجع الموضوع لبس اسئلك هذه معلومة انا لان تدري بي انا نبش تمام؟ واني انا متقصد اخرت الحلقة مالتك الى ان اوصل لبعض المعلومات صحيح انه انت عندك مشكلة شخصية وياه؟ شوف انا بالبصرة كنت عارض وليد واكو دخل شريك ويا وليد وطلبوني للشهادة هذا الشخص يطلب وليد 350 مليون وطلبني للشهادة وليد هددني قللي اذا تجي تشهد انا اقتلك ودبك في السجن انا شهدت من الور وليد اوكي انا قلتلك انا محام الشيطان الكلام اللي يوصلني بالعكس على اساس انه انت طالع بره وقايل للوليد قايل له اذا ما تنطيني رح اظل افضحك بالاعلام واني ما لعلاقة بس انطيك معلومة ووحدة من الشغلات قايل له انه انت ليش تنطي ابن العفو بنت اخوك اللي هي طالبة تطيها بفلوس الجامعة والبنت ما تطي هذا مو صحيح هذا مو صحيح لا اول شي هذا جايح شي على امور شخصية انا جايحش على امور فساد صادقاحطان انا اشقيت لك انا محام الشيطان صح صح لو لا انا قصدي وين اذا كانت اكو مشكلة شخصية رجاء من دخلها بالبرنامج ما جايحش على امور شخصية صادقاحطان مو انا اكو مشكلة لا 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 اكو مشكلة تطبيت ان الصفحة انت جايحش على امور شخصية هو نقل انت حاليا انا نبشت النقل لهذا الكلام من من ايه صادقاحطان انت شوف شون جايح تحول الموضوع تحول الموضوع مره يعمل اراضي شخصية لا 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 ما حول بس مو انا طبيت الصفحاتك اللي انت دزيت لغوابط مالتها ايه نعم اغلبها ملف فساد عن اخوك غير حتى الواقع يعني صح ايه الناب انا سيئلك الناب باسم خشان ستين يحكي على مجمع على فساد مجمع سكني وشن الفايدة وشن الفايدة الصالحة اه وكل من مش اوصاغة مثل على قوات المصين زي السكينة في الحلاوة ايه مثل ما الصالح محافظ واسط واستثمار واسط مؤيد الزاملي انا كلش اشكرك واشكر ثقتك في برنامجنا وان شاء الله انه حلقات قادمة ان شاء الله ايه بس استقاطه انتفاغنا نحكي نعرض الوطاء يجب ي 다음 وقت ماشي ايلك بس وقت والله ما عندي والله الوقت انت ماشي انا جدا اشكرك انشاء الله انه حلقات قادمة شكر جزيلة مع السلامة مع السلامة